أهلا بكم إلى موجز للأخبار العدوان على قطاع غزة يدخل يومه الحادي والثلاثين وسط إمعان الاحتلال بارتكاب المزيد من المجازر في ظل قمع للاتصالات والإنترنت أو قطع للاتصالات والإنترنت ومسؤولو ثماني عشرة وكالة أممية ينددون بالحصيلة الضخمة لأعداد الشهداء ويطالبون بوقف فوريا لإطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر تخوض المقاومة الفلسطينية اجتباكات عنيفة في عدد من المحاور شمال غرب وجنوب مدينة غزة حيث أعلنت كتائب القسام أن مقاتليها قصفوا حشودا لقوات الاحتلال المتوغلة شرق جحر الديك في قطاع غزة بقذائف الهون ودمروا أربع أليات صهيونية على مشارف مخيم الشاطئ وحي الشيخ ردوان بقذائف اليسين 105 إلى هذا استشهد فتن فلسطيني برصاص الاحتلال بعد تنفيذه عملية طعن عند مدخل مركز لشرطة الاحتلال قرب باب الساهرة في القدس المحتلة أدت إلى إصابة مجندة من حرس الحدود بجروح خطيرة وجندي بجروح عادية هدوء حذر يسيطر على الحدود اللبنانية الجنوبية مع فلسطين المحتلة بعد المجزر الوحشية التي ارتكبها العدو الإسرائيلي أمس باستهداف سيارة مدنية بين بلدتي عيتارون وعيناتا والتي أدت إلى استشهاد أربعة أشخاص بينهم ثلاث فتيات أكد مرشد الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد علي الخامنئي أن الكيان الصهيوني هو الخاسر الحقيقي لأنه لم يتمكن من استعادة سمعته المهدورة وخلال لقائه رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني شدد الخامنئي على ضرورة ممارسة العالم الإسلامي المزيد من الضغط لوقف مجازر عدة مشيرا إلى أن العراق يلعب دورا مميزا في هذا المجال منظمة تعاون الإسلامي أعلنت في بيانا أنها ستعقد قمة إسلامية استثنائية بناء على دعوة السعودية بصفتها رئيس القمة الإسلامية الحالية وذلك يوم الأحد في الثاني عشر من تشرين الثاني الفين وثلاثة وعشرين في مدينة الرياض بالسعودية لبحث العدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني كان هذا الخبر الأخير في هذا الموجز المزيد من الأخبار في نشرة الرابعة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر